معانا السيارة الأخيرة سيارة مشهورة في تاريخها في رالي باريس داكار سيارة ممتازة سيارة رائعة وللحظ مصنع نوعا ما عندنا كان مشاغل او مشاكل برضو شوي ممكن هالتها العلامية في السوق شوي نازلة لكن ما يمنع ان السيارة جبارة سيارة ممتازة وما شفت احد مستخدمها اغلبية على اقل انا شفتها وسمعت الكومنتات حقاتهم الكل يمتح في السيارة ومبسوط فيها وقل لك سارة جبارة وماشى معي مئة ألف كيلو وما عندي مشاكل وما شاء الله سأشتري واحدة ثانية يعني انا سكت السارة اليوم حبيت اجربها شوية نكتل الشك باليقين بصراحة مانكر بدل من اجربها بدلت اجربتها سارة من اجمل ما يمكن حتى معي الراجل الطيب المصور حقنا معنا اليوم تعال محمد تعال الراجل شوية عمسكين عرفنا بنفسك محمد بترجي ايش ورطك معي اليوم؟ صحاني سبعة ونص لا قابلنا سبعة ونص انا صحيح قبل سبعة ونص ستة ونص واليوم كانت عقوبة جماعية ستة سبعة ونص شكرا لك الله يعينك على باقي التصوير اكيد اكيد شايف بلاج في البلد دي اتفضل يا ربي اتفضل طبعا معنا البجيرو هادي 2015 وفيها شوية دلع زيادة حلو ما اعتقد ما ما سكت السارة ونجاية اليوم هنا حيرموها ما هيبيعوها تاني خلاص ها 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 معي اخويا محمد النابولسي طبعا يعني اا اعتقد انك اليوم بتخفف زنوبك شوية معي ها 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 فمحمد ماكستر من يوم الخميس مكلمة الاخر الدوام محمد هات السيارة جمعة والسبت راح اداوم في الشركة ظبطوا السيارة طلعوا السيارة من تحت الارض 2015 جديدة كرد طلعونا اليوم مخصوص عشان التصوير محمد او شي اعرف لي بنفسك الله اعطيك العافية محمد النابولسي التسويق طبعا مش شركة العسارة للسيارات بتسوي شيء والنعم فيك ابحمد الله اعطيك العافية العروسة الحلوة بس بعد اليوم بعد تعروسة تبقى لك بعد اللي سوينا بلسه لسه حسونا قدامنا اشياء كده اليوم في اول السيارة طبعا تاريخيا مستعدة لأكتر من هيك سيارة الجيل الرابع هذا من بجيرو الجيل الاول بلش طبعا بثلاثة وثمانية واستمرت الى الجيل الرابع الان صاروا تقريبا من الفين وسبعة الشكل هذا 2015 عملوا علي تعديلات عمل علي اضاءة نهارية ومن جوه طبعا صارت شد بلد اللي هو بلوتوث سيستم وكل شيء مصنوعة في اليابان مصنوعة 100% 2015 قلنا تاريخ من رالي دكار مش كنا متكلم عن كتنا نحن جايين ما شوالله كنت يعني بلعف السارة شوية عجبتني الجير بوكس بضل أربع نمر صار خمسة نمر تكلم انه تقول السارة المكينة سارت خمسة نمر الآن بدل أربع 3.8 عادة انتجي أساسها خمسة نمر 3.8 مئة 3.8 مئة 3.8 مئة الطويلة الطويلة صارت من أربع لخمس نمر حلو 3.8 مئة وخمسين حصان طبعا الجير خمس نمر بس بالنسبة لل 4-wheel drive الدفع الرباعي يعتبر ثلاثة نمر في الدفع الرباعي والدفع الثنائي اللي هو الخلفي النمر الأساسية غير differential lock غير differential lock اللي هو قفل المفاضل الخلفي ممتاز الحلوبة Super Select 2 اللي هو نظام الدفع الرباعي فيها أنا كنت بتنقل بتعشق بين النمر اللي هي من هاي اللي لو هاي من هاي بنت وماشي بالسيارة بدون ما تضطر توقف تحت الميت كيلو تحت سرعة الميت كيلو بالسيارة هادي طبعا جاي الجنوطة 14 فيها كاميرا خلطية ونافيجيشن بالنسبة للداخلية تبعيتها جلد مع فتحة سقف طبعا انت عارف البجير الفتحة فانو رمو ان شاء الله ساكف وجبار جاي كروم كل السيارة غير هيك في عندك ال ستة ايرباك بالسيارة لانه يتعتبر on road و off road يعني السيارة عائلية زائد سيارة شبابية بكم الأسعار الأسعار تخيل 2015 عم نبيع حلق 124 ألف بالمواصفات هاي دي اللي هي top of the line هذا الفول فول option 124 ألف ريال ممتاز؟ ممتاز فيه مثبت سرافية فيه طبعا تحكم بالصوت من الدركسيون فيه عندك البلو الويس كونترول الويس كونترول الويس كونترول اوامر الصوتية بالنسبة للجهاز الصوتين فيك تتصل تشمك التليفون بتقول له مثلا تتصل على صفر واحد اه او او اذا مسجل الرقم تتصل على فلان اقام تتصل على طول مزود هذه اهم مواصفات السيارة طبعا بالنسبة للأداء غني يعني نتعرف التجربة تبعية تكاو فول بايفو طبعا هتقل لي اه شو هي السلبيات او الاشياء اللي فيها مثل كل سيارات الدفع الرباعي دايما العزل تبع او الصوت تبع السيارة بينسمع بس هذا كمان لا تنسى انه الفريم تبع السيارة او الهيكل تبع السيارة هو مونوكوك بادي اي حادي القشرة يسمى اه هرمي قطع واحدة ايجا الشاصية قطع واحدة مالبودة ايه زائد البادي من فوق قطع واحدة قطع واحدة عالبي فولاذية لحماية الركاب اذا صار لسمح الله اي حادث او من يوم ما يعملوا كده تلاقوا منطقة اسموها منطقة حاجة تنتص الصدمة فالمنطقة دي تتشوح بالكامل هنا قبل ما توصل الركاب المنطقة دي كلها تروح بيقول لك فيد الحديد ايه يروح ممهم بس هم يفيد الركاب ركاب سالمي طبعا الواجهة الممنسة الاضاءة الزينون شكرا محمد الله اعطيكونا الله شكرا طبعا هذا مكينة متسوبيشي 3200 cc 250 حصان وركزوا على العزم عندنا طبعا الملتي فيول انجكشن مع العمليات عملية زكية في تحكم في الالكترونيات في فتح اغلاق الصمامات وفي البخ حق البنزين ما شاء الله ما كنا اثبتت جادرات هالي سنين وسنين طويلة جدا هذه عجبتنا حكاية اللمبة حق الضبابة الكاميرا خلفية موجودة هنا هادي عندنا تأدى الغرض الشنط الخلفية بس طبعا ما فيديك المساحة الكبيرة اوه يعني يعني تأدى الغرض تأدى الغرض إذا تقفض الكراس الخلفية يعني يسين عنده مساحة اضافية طبعا سارة كوبية فمتوقع ما يعني ما بدي استخدم كلمة كوبية بس انه جيب كوبية الآن جوا سارة البجيرو السارة ما شاء الله يعني سهلة برضو عندنا تلاجة موجودة هنا الغيربوكس جدا يعني شكله حلو عملية التعشيق المقبض اليد الديفرنس الخلفي تحكم فيه وعندنا كمان جهز التحكم في التماسك هنا موجود الزل حقه شوية غريب بس يعني محطوط هنا النافيكيشن حق السارة موجود عملية الكاميرا الخلفية موجودة كمان عندنا هنا العدادات تتحكم فيها وجه عندنا العدادات هنا حقه الدفع الخلفي الرباعي الامامي هادي كله بعدين عندنا كمان آآ هادي شوية هادي عندنا ميزة حلو كمان هنا في عملية تلاجة الله يسلمكم وجدنا تلاجة تبريد وعندنا هنا ارباق ستة ارباقات تتفتح في السيارة وبصراحة هنا حاجة حلوة على سعرها جدا ممتاز الجلد الجلد معمول والتحكم في السواق كهربا في كرسي السواق كهربا عندنا هنا فتحة سكف فوق ما شاء الله يعني ليكل الزمن فتحة السكف وعندنا التحكم في الامر الصوتية من هنا يبقى معنا تاك في الامر الصوتية الله نشوف الكرسي خلفية تمام باين المساحة الرجولة يعني باين اعتقد اصلت لكم الصورة بس برضو ثاني مرة نتكلم معمول ان حاقة اطفال قاعدين ورا مش حاقة كبار فتعدى الغرض وزيادة معجب يداب الارباقات ستة الارباقات جميلة حلوة شكرا شكرا